بالمناسبة احمد توفير انت قلتين ان انت عندك وانا بتكلم على اكرم توفير الحمد لله ان هو راجع بالسلامة الحمد لله طبعا قلتين انت عندك علاقة جدا باكرم توفير طبعا انا بتربطنا علاقة باحمد توفير واكرم ومحمد اخوه الكبير والحج الله يرحمه ومحاتم يعني انا عدت معهم اكتر ما عدت في فيتي يعني انا طبعا بقول اكرم حمد لله على السلامة اكرم على قد ما هو عاش والناس كلها اتكلمت عليه وقصر الدنيا في نادي الأهل ومنتخب مصر وقبل كده أمبي أقرم اللعبة اللي هي مركزة جدا على فساوه ومن الظغر وان امتابعه يعني بالنسبة لي كانوا بيتربوا قدامي انا واحمد توفيق كنا نروح نوصله أمبي ونرجع احنا نروح الزمالك وكان دايماً والدهم من الناس اللي انا بحبهم على مستوى الشخص الله يرحمه الراجل ده دايماً كان تعبان معهم جداً الراجل ده كان كل فترة يجيب الأكل من البلد ويقعد معهم وهو اللي يطبخ وهو اللي يأكلهم وهو اللي دول الوقت عليهم بيرائب عليهم كل لحظة انا انا تعلمت منهم كتير والله يعني على قد دم انا ليه انت لما يكون معاك واحد ما بيتزلش من البيت ما بيعودش على كفهات ما بيروحش ما بيجيش طول الوقت ما هي دي الصحبة الحلوة الصحب السوق اللي هو ياخدك للطريق الغلط وهما فيه ده مش من فراغ لا من تعب ونجاح الحمد لله انا تعلمت منهم يعني انت نارده كان فيه قدامك طريق كده وطريق كده انا اخترت الطريق الصح اللي انا اكون ملمو مع الناس دي وكنت ساعتها الفترة دي كنت لسه بقى خاطب وبعد كده جوزت وبعد كده بعت وبعد كده جيت لهم تاني لا عشت معهم اجواء جميلة جدا الناس دي اي حد يجي لهم من البلد يستضفوا احلى استضافة يعني اول مرة دخلت الشقة علشان اتذكر دخلت لقيت اكتر من عشرة على العرض نايمين واللي نايم هنا واللي نايم هنا قالتوا ايه ده احمد قال لي دلهمنا عندنا من البلد يعني شوف هم صحاب كرم وبصراحة ناس طيبة جدا 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 انا بقول لهم ليه ابوك تعب معاكم ليه شوفت حاجات كتير جدا اكرم طلوقتي كان بتربوا قدامي اكرم انا عاوز انصحوا نصيحة اللي انت يا اكرم انت لعب مجتهد ولعب قوي والعين دايما الحسد ذكر في القرآن مش دايما تطلع تتكلم اه وتعمل الكلام لا مالش الحسد وحش انت عامل اتنين صليبي وربعة ان شاء الله وان شاء الله باذن الله انا عارف اللي اكرم باذن الله هيقدر وهيرجع تاني وهيقصر الدنيا ان شاء الله